الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا ينتشر التشيئ في بعض البلاد السنية سألني أحد الأخوة العزاء صديق مغربي وهو باحث يعني باحث قال لماذا المعتقد الشيعي أكثر جاذبية عند الشباب المغربي هل لأنه عقلاني أم أن الإسلام السني تم تشويهه بالإرهاب وبتفريغه من المحتوى التعبدي الذي جعله طقوسي بدني في الحقيقة أجبته جوابا مختصرا وأيضا ربما نفصل في ذلك الآن قلت هناك أفكار إيجابية في جميع المذاهب الإسلامية وأيضا هناك أفكار سلبية وعندما يكون بلد يعيش في سلبيات كثيرة كالدكتاتورية والعنف والاستبداد يتطلع للخلاص في المشروع الآخر سواء كانوا سنيا أو شيعيا وأعتقد أن جميع المذاهب والمجتمعات الإسلامية تقريبا تعاني من القمع والدكتاتورية وتتطلع نحو الحرية والعدل والديمقراطية كل حسب مستوى الوضع السلبي الدكتاتوري يعني لو افترضنا مثلا بلدا شيعيا يعيش تحت القمع والدكتاتورية أو الفساد مثلا فإن الرأي العام سوف يحمل المسؤولية لهذا الفكر الحاكم وإذا ذهبنا إلى بلد آخر هو سني مثلا ويعيش القمع والديكتاتورية والاستبداد والظلم وانأدام العدالة في المجتمع والذل أيضا والذل والإهانة أيضا والتباعية للدول الكبرى سوف نرى أن كثيرا من الشباب الواعي المثقف سوف يميل إلى المذهب الآخر ويعجب بالمذهب الآخر الذي يرى فيه مثلا المقاومة والحرية والديمقراطية والعدالة وكذا فيكون تحول وإذا رجعنا إلى الوراء قليلا إلى القرن التاسع عشر العراق كان في أغلبية القبائل العربية كانت سنية ثم بدأ التحول نحو التشيع الاثنى عشري في الحقيقة وبعض القبائل لم تكن تعرف شيئا عن الإسلام يعني كانت قبائل بدوية استوطنت حديثا في العراق ثم بدأت تدريجيا تتحول إلى المذهب الشيعي والخارطة يعني إذا نشوفها كلما نزلت إلى الجنوب كانت تحولها أكثر وعندنا قبائل كثيرة شمر أو تميم أو يعني قبائل كثيرة نشوفها منقسمة في الشمال مثلا بهوية معينة وفي الجنوب هوية أخرى أقرب إلى الشيعة وهذا طبعا كان ملاحظ في أواخر التاسع عشر القرن التاسع عشر وكتبوا عليه حتى في جريدة أو مجلة المنار في مصر رشيد رضا كتب عن ذلك وكانوا يلاحظون العلماء السنة التحول الاجتماعي الحاصل نحو التشيع ويقال أن الأثمانيين قالوا مو مشكلة يعني ما كانوا أعرفون شي من الدين البدو الآن دي يصبحوا مسلمين وخلي يكونوا على المتب الجعفري ما في مشكلة بذلك وطبعا ديك الأيام الدولة الأثمانية يعني كان فيها قمع ولكن كان فيها أهمال أكثر من القمع وحصل نوع من التحول العاطفي يعني بفعل المزارات التي أقيمت والمنائر والقباب الذهبية ها كان لأثر والطقوس العاشورائية أيضا كان لها دور كبير في ملامسة الوتر العاطفي وعند الإنسان العربي والبدوي بالذات الفروسية فروسية العباس مثلا وقضية كربلاء هذه لعبة دور كبير في استمالة كثير من الشباب من القبائل نحو التشييع والآن إذا نشاهد في المغرب أو غير المغرب في أقبال نحو التشييع هو التشييع في قيم إيجابية قيمة العدل اللي رمزها الإمام علي عليه السلام وكلماته في العدل وسيرته ويعني أحاديثه وأيضا موضوع الإمام الحسين ومقاومة الظالمين مقاومة المغتصبين للسلطة بالقوة والإرهاب الشعوب اللي تعيش تحت أنظمة ديكتاتورية ملكية مطلقة مثلا شوفون ذولا يعني يجدون في الفكر الشيعي العلوي الحسيني بالذات هذا يشوفون يعني أشياء إيجابية ويميلون إليه طبعا إذا أجينا للشيعة يمكن حتى في داخل الشيعة في إيران مثلا الفكر الانتظار كان فكر سلبي وبالتالي نشوف مثلا الدكتور علي شريعتي الإمام الخميني انتقدوا بعض الأفكار السلبية في التراث الشيعي الأفكار متسربة للتراث الشيعي وبالتالي أحدثوا نحظة شيعية وإلا مثلا كنا نشوف أيضا بعض الشيعة في الأهواز مثلا قد يميلون إلى السنة إلى المذهب السني لأنه يرون مثلا في صورة أخرى عن وضعهم القائم في ذلك البلد فهذه هي مسائل تتغير وتتبدل ليست ثابتة ونهائية ولكن الآن أموم العالم الإسلامي في الحقيقة ليست هناك حركات مذهبية نحو التشيع أو نحو التسنن حركات كبيرة ممكن تحصل بعض الأفراد أو بنسبة معينة حتى أنا معك يعني مع هذا السائل الباحث المغربي قد كما هو يشوف يعني أن هناك إقبال نحو التشيع لدى الشباب المغربي كما يقول والله معلم أنا ما عندي معلومات دقيقة ولكن في العالم الإسلامي كله الذي يعيش تحت الضغط ويعيش تحت الدكتاتورية يعيش تحت الأفكار السلبية الأفكار العنيفة بعض المذاهب المذاهب الوهابي خلنا نكون صراحة يعني فيه أنف وفيه تكفير وفيه إخضاع للأمة لدكتاتورية الحكام أنه أنتم معلكم ما تشاركون بالسلطة ما تشاركون ما تنتقدون ما يجوز النقيد حتى الواتساب تستعمله أو الفاكس أو كذا حرام ما يجوز ويمنعون أي يعني أي مساحة من الحرية والتفكير والمعارضة هذا طبعا رح يولد رد فعل عكسي رح يخلي الناس يكفرون بها أولاء العلماء الذين يبررون للسلاطين ظلمهم وطغيانهم ودكتاتوريتهم واستبدادهم فرح يحصل كما هو متوقع أيضا يعني اتجاه نحو الديمقراطية سواء نحو التشيع أو نحو الديمقراطية يعني لا أدعو أنا قمت قبل 30-40 سنة قمت بالدعوة للمذهب الإمامي الاثنى عشر في صيغته الثورية طبعا أيضا ولكن الآن أعتقد أنه المسلمون جميعا عليهم أن يسعوا إلى أنظمة عادلة وديمقراطية وحرة تحترم الناس وتوفر حقوقهم وحرياتهم لا أدعو إلى يعني هذه المذاهب هي أساسا أحزاب سياسية كانت في القديم قبل ألف وكذا سنة وفيها سلبيات وفيها إيجابيات علينا أن نتخلص من كل المذاهب السلبيات من كل المذاهب ونأخذ بالمبادئ الجيدة الإيجابية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته